بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العلي العظيم الإنسان يعيش بالأمل ولولا الأمل لفقدت الحياة معناها الزارع يزرع على أمل الحصاد والإنسان يبني على أمل أن يسكن في ذلك البناء ويعمل ويعمل ويدرس ويفعل سائر الأفعال على أمل الوصول إلى النتائج فإذا فقد الإنسان في يوم من الأيام الأمل ترك العمل حتى الإنسان المتدين الذي يصلي ويصوم ويطيع الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك لأنه يأمل حس يأمل في شنو هذا يختلف حسب اختلاف درجات الإيمان أدنى درجات الإيمان أنه يطيع الله سبحانه وتعالى لكي لا يعذب في نار جهنم وهذه تجارة العبيد كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أو يطيع الله سبحانه وتعالى على أمل النيل بالجنة وهذه درجة فوق تلك الدرجة السابقة لكنها أيضا درجة متدنية لأن هذه عبادة التجار التاجر يشتري بضاعة ويبيع بضاعة على أمل أن يربح وهذا الإنسان يصلي ويصوم على أمل أن ينال الجنة مر شوية درجة الإيمان أعلى يعبد الله سبحانه وتعالى حياء من الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار يستحي أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بهذه النعمة الكثيرة فكيف لا أطيعه مثل واحد أبو مريض يقوم بخدمة أبيه ليش تخدم أبوك لأنه إذا ما خدمت يضربني أو إذا ما خدمت راح يحرمني من الميراث إذا أحنا عرفنا أن هذا يخدم أبوه بهذه الكيفية يسقط من أعيننا مرهم يقول لأنه حياء أستحي من أبويا لا أخاف من سطوته ولا لي طمع في ماله لكن أستحي منه تارة الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله لا طمعا ولا خوفا ولا حياء وإنما لأنه يحب الله مثل واحد يطيع أبوه لا أنه يخاف منه ولا أنه يرجو شيئا ولا أنه يخجل في أنه إذا ما أطاع مثلا سمعة تخرب وإنما لأنه يحب أباه فهذه أعلى الدرجات طبعا أكو درجات أخرى مذكورة في الأحاديث هذه درجات بحث آخر إذا نريد أن نتكلم حول موضوع الأمل على كل حال الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على أمل أن الله يرضى عني فلولا هذا الأمل لما عبد الله أحد من الناس إلا الأوحدي منهم ولذلك اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لماذا لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة اليأس عن رحمة الله سبحانه وتعالى ما عند أي أمل فحينئذ يسقط في مستنقع جميع المحرمات ما عند أمل مثل ذاك الشخص الذي ما كان يصوم شهر رمضان ويفطر فقالوا له لماذا تفطر قال لأنه أنا يائس من رحمة الله فأني في جهنم سواء صمت أو لم أصم زين ليش أكون من باب خسر الدنيا والآخرة ما عندي آخرة ولا أتمتع بالدنيا فخليني أتمتع ب ملذات الدنيا لأنه وصل إلى مرحلة اليأس من رحمة الله فلا يطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ولا يطيع الله سبحانه وتعالى في نواهيه أو مثل ذاك الذي شافه يفطر في شهر رمضان حميد بن قحطبة لماذا تفطر في شهر رمضان لأنه في يوم واحد قتل ستين علويا فاطميا بأمر هارون العباسي يقول الآن يقاتل ستين سيد من ذرية عليا وفاطمة عليهم الصلاة والسلام فيأس من رحمة الله فروي أنه أحد الأئمة سمع بهذا الكلام فقال أن يأسه من رحمة الله أكبر من قتله ستين علويا فاطميا فإذن المحرك الأساسي للإنسان فالعمل هو الأمل ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة في أحاديثهم أرادوا أن يشعلوا جذوة الأمل في نفس كل إنسان لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أنت شنو عندك ذنب ولو أعظم الذنوب لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أعظم من ذنبك لا تقول أني ارتكبت المحرمات الكبيرة لا الله سبحانه وتعالى يقول أنا أكبر رحمتي أوسع هناك طريق للعودة موجود دائما إلى اللحظة الأخيرة نعم إذا الإنسان صار في حالة الاحتضار وكشف الله غطاء بصره لحظة اللي يشوف الملائكة ذاك الوقت بعد ما كتوبة على كل حال إلى اللحظة الأخيرة قبل المعاينة يعني قبل كشف غطاء البصر إلى تلك اللحظة باب التوبة مفتوح نعم تختلف التوبة باختلاف متعلقها باختلاف الذنوب إذا واحد ذنب كان في حق الناس لازم يؤدي حقهم ويسترضيهم ويندم على فعلته ويقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه إذا في حق الله سبحانه وتعالى فإن كان حق الله قابل للقضاء فيقضي حق الله ويستغفر ويتندم على فعله مام صلي صلوات الماضية يقضيها مثلا مام أدي الحقوق الواجبة يؤديها وإذا هناك حقوق من حقوق الله ليس لها قضاء أفرض فإذا واحد كاذب كذبة مثلا ليست في حق الناس فهنا يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتندم هاي توبة وتقبل فإلى اللحظة الأخيرة باب التوبة مفتوح ليش لأنه إذا باب التوبة مغلاق فحينئذن الإنسان يقول ليش أنا بعد أطيع الله سبحانه وتعالى أكفت مثل باللغة الفارسية يقول أنه إذا الإنسان غرق في الماء هس سواء بمقدار شبر يكون تحت الماء لو بمقدار مئة أشبار شلو الفرق إذا واحد غرق شبر يكون تحت الماء لو مئة شبر ماكو فرق يقول إذا أنا في نار جهنم هس أكون في أعلى درجات نار جهنم أو أسفل درجات ماكو فرق مثلا الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان الهداية ولا يرضى لعباده الكفر الله رؤوف رحيم لطيف بعباده بار بعباده يريد لهم الفوز بالجنة فلذلك كلما يقربهم إلى الجنة الله سبحانه وتعالى مشرع الأبواب أمامهم فاتح الأبواب أمامهم وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يعني بار بهم فلذا يريد خيرهم فإذن باب الأمل أمام الإنسان مفتوح حتى يكون من الصالحين وحتى إذا كان خلل في ماضي حياته يجبر ذلك الخلل طبعا الأمل وحده لازم لا يكتفي به الإنسان يقرن الأمل بالعمل في الحديث الشريف يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تكن ممن يرجل آخرة بغير عمل وفي حديث آخر إن الله لا يخدع عن جنته إذا صار أمل بدون عمل هذا يعبر عنه في الروايات بطول الأمل طول الأمل من الرذائل يعني شنو؟ يعني الإنسان يكون إلى أمل طويل عريض بدون أن يهيئ المقدمات للوصول إلى ما يأمله طالب في المدرسة يريد يصير طبيب زين ادرس ما يدرس يقول أنا أعمل أن أصير طبيب هذا طول الأمل تريد تصير طبيب ما يخالف الأبواب مفتوحة أمامك بس ادرس إذا درست يصير طبيب إذا واحد يريد يصير تاجر الأبواب مش رعا أمامك اعمل استعمل الموازين الاقتصادية يصير تاجر أما أنه إلى الظهر ينام وبالليل من أول ليل إلى آخر اللي يلهم مثلا يشتغل بتقليب الفضائيات ويريد أنه يصير مثلا عالم طبيب تاجر أو كذا ما يصير لازم يقرن الأمل بالعمل بعد التضاح هذه المسألة وهذه الفكرة إذا راجعنا القرآن الكريم القرآن الكريم في موارد كثيرة يأمر الكفار والمسلمين والرسول صلى الله عليه وآله القرآن يأمره بالانتظار فتربصوا إنا معكم متربصون انتظروا إنا منتظرون بألفاظ مختلفة وعبارات مختلفة يمكن أكثر من عشرة موارد في القرآن الكريم هذا المعنى مكرر أنت كافر لا تؤمن انتظر في يوم من الأيام الله يعذبك إما مباشرة يعذبك أو بأيدينا انتظر يجي يوم القيامة تعاقب ونثاب انتظر كذا انتظر كذا الرسول ينتظر المسلمون ينتظرون الكفار ينتظرون أما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين فهو إيجاد للأمل فيهم طبعا سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أفاض على الرسول العلم والمعرفة والعصمة والمقامات العالية وسار المنازل التي للرسول صلى الله عليه وآله فهذا لإيجاد الأمل في الرسول وفي المؤمنين أما بالنسبة إلى الكفار فهو تهديد لا تؤمن انتظر يوم يأتي العذاب يوم يأتي الموت يوم يأتي نصر الله للمسلمين عليكم فالأمر بالانتظار هذا موجود في القرآن بعض الأحيان مثلا واحد يلاحظ أن بعض النواصب أو بعض أعداء أهل البيت أو بعض أعداء الشيعة عندما تذكر له مثلا حول موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين هم يتضايقون من هذه المسألة ولكن في الوقت نفسه موجودة في أصح كتبهم في البخاري موجود في مسلم موجود في غير كتب من كتبهم من كتبهم موجودة وهناك تصريح أن المهدي من ولد الحسين عليه الصلاة والسلام يتضايقون من هذه المسألة بس ما يقدر ينكر الأمر لوجودها في أصح كتبه هم هم أي شيء يرتبط بأهل البيت إذا قدروا ينكروا من حيث السند يضعفوا ويضعفوا وإذا ما قدروا يضعفوا من حيث السند يحاولون أنه تمييع الدلالة وتخريب الدلالة يقول إيها قضية تاريخية في المستقبل راح واحد من المسلمين يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا خش نربط بينا هاي قضية تاريخية ما لها ارتباط بينا الرسول أخبر عن أمر في المستقبل سيحدث والرسول أخبر بأمور كثيرة في المستقبل ومم مربوطة بينا خبرت سيتحقق في المستقبل ما إلى ربط بحياتنا يقول هاي المسألة يخرجها عن حياته كاملا مع أنه أولا إذا هو مو مرتبط بينا يكون الإخبار بذلك اللغو والرسول صلى الله عليه واله لا يعبث لا يقول شيئا إلا لغرض ولفائدة إذا الرسول أخبر عن أمر في المستقبل إذا هذا الأمر مو مفيد للمسلمين لماذا أخبر به حلقة قضايا راح تصير في المستقبل مثل القرآن الكريم القرآن الكريم إذا نقل قصة من الماضي أو من المستقبل ينقل المقدار الذي هو يرتبط به الهداية أما القرآن مو كتب قصة حتى يريد للتسلية يذكر قصص لا الآن قصة يوسف إذا أنتم تشوفوه في القرآن وتشوفون سائر جوانب القضية في مثلا مع كتب التفاصير تشوف هذا المقدار من القصة المذكور في القرآن جزء قليل من قصة يوسف ليش؟ لأن بقية الجوانب صحيح هي قضايا تاريخية لكن لم يكن لذكرها فائدة في الهداية لذا الله عز وجل لم يذكرها في القرآن وإذا العيمة في يوم من الأيام ذكروا جانب من جوانب القضية لأجل أنه السائل جاي سائل الإمام سائل الإمام أنه مثلا ذي القضية بقيتها شنو لما بيّن له استجابة لطلب مؤمن جواب على سؤاله ولولا ذلك حتى العيمة ما كانوا يبينون لأن شأنهم أن يبينون قصص مقصاصين وإنما شأنهم أن يبينوا ما يهدي الناس فقد تكون هداية الناس في قصة فتذكر تلك القصة والجانب اللي يرتبط بالهداية أما الجوانب الأخرى فلا تذكر على كل حال الرسول صلى الله عليه وآله عبث ذكر أنه المهدي سيظهر قال هذه قضية ثم ترتبط به نفت قضية تاريخية بالمستقبل راح تصير كلا وثانيا وثانيا حينما تنظر إلى القضية بالزاوية الصحيحة تشوف أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بأنه المهدي عن جل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر يملأ الأرض قصطا وعدله وأنه يبيد الظالمين وأنه يطبق العدل في الأرض وأنه كذا وكذا وكذا زين هذا شنو الغرض منه أغراض كثيرة من جملة الأغراض بقاء الأمل في نفوس المؤمنين لمن الرسول في مكة وهو محاصر والكفار يقتلون الرجال والنساء من المسلمين ويعذبونهم في تلك الحالة الشديدة الله سبحانه وتعالى ينزل آية أنه يقول للكفار أن الله سيعذبكم سيعذبكم إما مباشرة إذا واحد مات قبل أن يقتل بيد المسلمين أو بأيدينا شنو الغرض من ذلك الغرض إعطاء الأمل للمسلمين أنه أنتم في هذه الظروف الصعبة قاوموا انتظروا لا تنهاروا حتى يصل ذلك اليوم وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله عندما أخبر المسلمين بأنه في يوم من الأيام يظهر رجل من ذريته يملأ الأرض قسطا وعدلا ويهلك الظلم والظالمين معبثا قال هذا الكلام قال هذا الكلام حتى أنت وأني والمسلمون ينتظرون هذا الأمر انتظارا إيجابيا حسب التعبير يعني شنو يعني يكون في نفس الأمل موجود لا ينهار في كثير من الأحيان الإنسان إذا الطرق أغلقت عليه من كل الجوانب ينهار وإنهيار يسبب للكفر والفسق والالتحاق بالظالمين يذكرون الكتيبة العسكرية إذا كانت محاصرة حتى إذا عدها عدد وعد إذا عدهم أمل بوصول المدد فحينئذ يستمرون في القتال إلى اللحظة الأخيرة حتى إذا كان هذا الأمل خيال لذلك في القواعد العسكرية اللي ذكروها أنه إذا عندك كتيبة محاصرة وإنت ما تقدر تتمدها بالعدد والعدد خليهم في أمل حتى يستمرون في مقاومتهم وإذا هذه الكتيبة لها عدد وعدد بس يائس عن وصول المدد يستسلمون ينهارون الإنسان المؤمن في طول التاريخ محاصر ليش لأن الله سبحانه وتعالى يريد يختبر الناس إذا المؤمنون والإيمان كان سهل وكان الإيمان مطابق لما يشتهيه الناس وإذا الملك بيد المؤمنين وكل الأمور تجري على هواهم وكل الناس يصيرون مؤمنين ما يصير الامتحان الامتحان إنما يكون في الصعاب فالشي صعب يمتحنوا بي وإلا شايفين فد يوم من الأيام مدرسة من المدارس يسوون فد وجبة طعام لذيذة جدا يقولون نريد نمتحن الطلبة في أكل هذا الطعام تفضل لأكله هذا الطعام منه يأكل نجح بالامتحان ومنه ما أكل رسب بالامتحان هذا يسوون امتحان لا الامتحان بالأمور الصعبة الأمور الشاقة حتى يتبين كل إنسان جوهرة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الفتنة في المعناه اللغوي القاء الذهب في النار الصياغ ماذا يفعلون يلقون الذهب في النار حتى يميزون الذهب المغشوش عن غير المغشوش أو يفصلون النحاس كذا عن الذهب الخالص الفتنة يفتن يعني يلقى في النار هنا يكون الامتحان وحتى الامتحان هو من المحنة يعني أمر شاق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يعني هلقد الامتحان يكون صعب بحيث يشتاقون ويتلهفون إلى سرعة النصر فيدعون الله سبحانه وتعالى بتعجيل النصر فالله سبحانه في طول التاريخ خل المؤمنين في مشاكل يعني أمور الكون بشكل رتبها اللي أهل الباطل يكونون هم المسيطرون وأهل الحق في مشاكل حتى يتبين جوهر الأشخاص زين وأهل الحق في مشاكل ولكن في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى خل الطريق لبقاء هذا الحق يعني صحيح أن أهل الباطل هم المسيطرون لكن اتباع الحق مو مستحيل ممكن ومن جملة الأمور في إبقاء أهل الحق هو وجود الأمل عندهم عند أمل إذا تلاحظون في طول تاريخ الشيعة من تاريخ الإسلام المسلمين تشوفون المجازر اللي صارت بحق الشيعة مجازر غريبة ورهيبة هس الشي اللي الآن نشوفه من تفجيرات في العراق مثلا في الباكستان في أفغانستان في مناطق من سوريا من قتل الشيعة وذبحهم في مناطق أخرى هذه أمور عشر معشار ما حدث في التاريخ أو أقل من ذلك نحن الآن نشعر بفداحة وبشاعة هذه الجرائم بس في طول التاريخ مثلا صلاح الدين الأيوبي في مصر قتل مئات الألوف من الشيعة في الشام في حلب وأطراف حلب السلطان مراد العثماني أباد الشيعة عن بكرة أبيهم منطقة كانت أصلا دولة شيعية حلب من زمان الحمدانيين فحينما سيطر عليها العثمانيون بفتوى شيخ نوح الحنفي قتلوا كل الشيعة ما بقوا ولا واحد أي قسمها شردوا إلى الجبال والتجأوا إليها وفي العراق إذا تشوف المجازر اللي صايرة في طول التاريخ وفي إيران وفي أماكن أخرى كبيرة جدا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد للتشيع أن يبقى والله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى صحيح إرادة غيبية لكن هيئ لها الوسائل الطبيعية لأن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها من الأمور الطبيعية أن الشيعة بعدهم حالة من الانتظار صحيح أنت الآن مضطهد لكن عندك أمل أنه في يوم من الأيام هذا الاضطهاد رح يزول فهذا الأمل اللي موجود سبب بقاء الشيعة مو فقط بقاءهم ونموهم يوما بعد يوم في الحديث الشريف انتظروا الفرج فإن في ذلك فرجكم يعني نفس انتظار الفرج هو فرج ليش؟ لأنه أنت عندما تنتظر الفرج تشعر بأمرين الأمر الأول أن هذا الظلم اللي عليك ظلم زائل ما يبقى الشيء الثاني تهيئ نفسك لأن الإنسان الذي ينتظر شيئا يهيئ لذلك الشيء فإذا لم يهيئ لذلك الشيء فهو ليس بمنتظر إذا أنت عندك ضيوف زين ماذا تفعل؟ تهيئ مستلزمات الضيافة لضيوفك بعد ذلك عندما هيئت كل مستلزمات الضيافة حان وقت مجيء الضيوف تقول أنا منتظر لكن إذا لم تهيئ مستلزمات الضيافة إذا قلت أنا منتظر قالوا هذا شلون انتظر هذا مو انتظر لازم تهيئ مستلزمات الضيافة ففي طول التاريخ هذه المجازر وهذه الضغوطات الشيعة حفظوا أنفسهم لأن الأمة بأمر من الرسول وبأمر من الله سبحانه وتعالى أمروهم بالانتظار هذا الانتظار أول يبقي الأمل موجود في أنفسهم لينهارون الشيء الثاني يهيئون أنفسهم زيان أنت منتظر أنه الإمام يجي مو منتظر أنه الإمام يجي يضرب عنقك مو منتظر أن الإمام يجي يجري عليك الحد أنت منتظر أن الإمام عليه الصلاة والسلام يجري ويقيم الحق وأنت تكون مساهم في ذلك كجندي من جنود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فلذلك نشوف الأنبياء قبل الإسلام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة هذا كان دابهم إيجاد الأمل مثلا في قضية موسى فرعون كان يضطحت متجبر وإن فرعون لعال في الأرض إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين زين عندما الله سبحانه وتعالى بعث موسى وأبنوا إسرائيل كانوا ينتظرون موسى ما تغيرت المعادلة قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قبل ما تجي فرعون كان يضطهدنا الآن اللي أنت يجيت موسى فرعون دا يضطهدنا شو الفرق موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم اصبروا شوية انتظروا فخل بني إسرائيل في حالة انتظار هذه حالة الانتظار طولت أربعين سنة فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إلى آخر الآية في آية أخرى قال قد أجيبت دعوتكما أوجد فيهم هذه الحالة من الأمل إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بنجاتهم فأنجاهم وأهلك فرعون وكذلك الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين بس الإنسان لازم يكون عنده صبر وانتظار لتلك اللحظة اللي الله سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين إنا من المجرمين منتقمون فعلينا مراعاة جملة من الأمور أنا بشكل مختصر أذكرها وفي طي كلامنا هم ذكرناها أولا الإنسان يحاول أن يهذب نفسه بالطاعات بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي حتى يكون إلى قابلية لكي إذا ظهر الإمام يكون من أصحاب الإمام من أنصار الإمام هذا مو خاص بالرجال فقط أيضا في بعض الأحاديث موجود أنه هناك قسم كبير من النساء أيضا من أنصار الإمام لكن كل واحد إلى دورة خاص حتى إذا ظهر الإمام يكون من أصحابه لا أن نخرج عليه الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين ذول قسم منهم كانوا قد ثاروا ضد عثمان وإجوا بايعوا أمير المؤمنين لكي يقيم العادل لأنه كان صاير استئثار بالسلطة وبالمال وكذا لكنهم ما كانوا مهيئين أنفسهم بالطريقة المناسبة في أول انعطافة في أول زاوية خرجوا على الإمام أمير المؤمنين وعدنا في بعض الأحاديث أن بعض الناس يخرجون على الإمام المهدي يخرجون على يخروج مثل ما خرج الخوارج على أمير المؤمنين زين إذا أنا ما مهيئ نفسي شنو الضمانة اللي أنا لا أكون من أولئك الخوارج مو معلوم فأولا الانتظار بالطاعة الشيء الثاني الانتظار بالعمل شنو تكليفي أأتي تكليفي الانتظار ليس معناه الكسل البعض يترك كثير من وظائف يترك الأمر بالمعروف يترك الناهي عن المنكر يترك إقامة المشاريع الدينية يترك كذا 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 يقول الإمام المهدي يجي وكل هالأمور يصلحها زين الإمام المهدي يجي يصلح كل الأمور بس هذا لا يسقط التكليف من ذمتي يعني أفرض من باب المثل إذا الآن إحنا تيقننا يقينا علما جازما بأن الإمام غدا سيظهر أفرض هالليلة صلاة المغرب لازم أصليها أنا لو لا أو أقول خلاص الإمام باشر راح يظهر زين الإمام باشر راح يظهر تكليفي بالصلاة ما يسقط من ذمتي الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر إرشاد الجاهل تنبيه الغافل هذه أمور من تكاليفنا هس سواء الإمام الله قدر أن يظهر غدا إن شاء الله أو الله قدر تأخير الظهور تكاليفنا ما تسقط فالأمر الثاني أن نبعد عن أنفسنا التكاسل والكسل ولا نتخذ الانتظار ذريعة للكسل لا الانتظار هو معنى العمل العمل مثل ما ذكرنا الأمل مع العمل إذا أحنا عملنا بوظائفنا فإن ظهر الإمام ونحن أحياء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك فنكون من أنصار الإمام وكلما الإنسان كان أكثر قربا إلى الله تعالى يكون أقرب إلى الإمام لأنه الحلقات المحيطة بالإمام حلقات متعددة أكو حلقة اللي هم المقربون 313 واحد أكو حلقة ثانية دونهم في الرتبة 10 ألاف واحد وأكو حلقة ثالثة ومنذ ذلك الـ 313 أكو بعضهم في فسطات الإمام يعني في خيمة الإمام أكو بعضهم خارج الخيمة يعني درجات مختلفة هم درجات عند الله فكلما الإنسان كان تهذيبا لنفسه أكثر عمل بطاعات الله أكثر احتمال فوزة بالدرجات الأعلى أكثر يكون فإن ظهر الإمام ونحن أحياء إن شاء الله نكون من أنصاره وإذا الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته أن نموت قبل ظهوره أكو في الحديث الشريف اللي يموت وهو منتظر لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف انتظار حقيقي طبعا هذا كالذي يقاتل بين يديه من حيث الثواب الإمام بعديا يضرب عن الكلام يقول بل مثل الذي كان في فسطاته يعني أنا هيئت نفسي بس الله سبحانه وتعالى شاء أن أموت قبل ظهور الإمام لا أقصر شيئا عن ذاك الذي كان مع الإمام عليه الصلاة والسلام وبعدين بعض الناس الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى الدنيا إذا كان محض الإيمان محضا يرجعه ليكون يشهد هذه الدولة في الدنيا مضافا إلى ثواب الآخرة الانسان يشوف أن هذه الأمور في متناول يديه بس شوية لازم يراعي شوية لازم يلقي بالكسل جانبا يتق الله سبحانه وتعالى يستفيد من هذه الأزمنة المتباركة أمكن المتباركة لكي الله سبحانه وتعالى يزيده هداية والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات